أكد رئيس الهيئة العمل للإستعلمات دياء رشوان أن اتصالات مصرية مكتفة تجرى حاليا مع كل الأطراف لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين وأوضح رشوان أن مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فترة الهدنة بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وكان رئيس الهيئة العمل للإستعلمات قد صرح بأن مصر تسلمت كشفا بأسماء 13 محتجزا بقطاع غزة وتسعة وثلاثين فلسطينيين معتقلا في السجون الإسرائيلية من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم مؤكدا استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة المؤقتة